شوارع المدينة العالمية التي لا تنام نيويورك تحولت لما يشبه مدينة الأشباح اختفى الزخم عن تايمز سكوير وحدها الشاشات بقيت تعرض إعلاناتها دون أن يكترث بها قاطن المدينة التي تحولت إلى بؤرة وباء كورونا في الولايات المتحدة وضع دفع حاكم الولاية أندرو كورمو إلى توقع الأسوأ في الأيام القادمة أعتقد أنني لم أشعر أبدا بهذا العبء الجسدي والعاطفي في حياتي أشعر بحزن لا يصدق لأن الكثير من المرضى يموتون دون وجود شخص بجانبهم عدد الإصابات والوفيات المتصاعد أعلن معه حاكم نيويورك إنشاء أربع مستشفيات مؤقتة في منشآت كبيرة إحداها مثلا في مسار لسباق الخيول في كوينز ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية مجهزة كمستشفى تضم ألف سرير وألفا ومائتي موظف صحي وتوقعكم بأن يصل تفشي كورونا ذروته في نيويورك خلال واحد وعشرين يوما مشيرا إلى أن المدارس ستبقى مغلقة حتى الخامس عشر من أبريل على أقل تقدير